يعني رحم الله رجلا قال خيرا فغنم أو سكت فسلم لأن فيه ناس إذا تكلمت أساءت ربما خاض في عرض ربما عمل حاجز ما بينه بين الذين يحدثهم ربما سبحان الله أساء إلى آخرين ربما تعدى الحدود في أمر ما ربما غرس لأن فيه كلمات كما يقول الحكيم العربي جراحات السنان لها التأم ولا يلتأمها جرح اللسان يعني سبحان الله الجراحات للسنان الخناجر والسيوف والسكاكين لها التأم تلتأم يوما ما أما اللسان إذا قال كلمة ربما تبقى في عقب الإنسان لذلك الله عز وجل يأمرنا بما يصحنا ويأمرنا أن تصير حياتنا هانية ولذلك لما رب العباد عز وجل تحدث عن البر بالوالدين قال رب العباد سبحان الله ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما هذا هو القول الحسن القول الكريم لأنه كان هذا الأب وهذه الأم من الكرب من مكان أنهم زرعوا فينا خيرا وأنهم ربونا وتعبوا علينا وسهلوا علينا وتحملوا المشقات والعناء وسبحان الله والمجهود علينا فسبحان الله العظيم هذان الأبوان الوالدان سبحان الله ربنا يبارك في والديكم جميعا سواء كانوا على قيد الحياة بالصحة والعافية وبالاستقامة وإن كانوا تحت أطباخ الثرى بالرحمة والمغفرة ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما حتى قال رب العباد ولا تقول لهما أف ولا تقول لهما وليس هناك أصغر من كلمة أف إذن القول الحسن هو عمدة الحركة في الحياة أن نقولها للناس حزنا أنا أريد أن أسمع القول الحسن من الحاكم ومن المحكوم من الرئيس والمرؤوس ومن الوزير والمستوزر ومن الصغير والكبير ومن الزميل لزميله ومن الزوج لزوجته ومن الزوجة لزوجها ومن الأولاد بعضهم مع بعضهم من الجيران ينتشر فينا قول الحسن أما هؤلاء النباحون على بعض الفضائيات يشتمون الناس ويشتمون الدول ويشتمون الجماعات ويشتبون المذاهب والأفكار هؤلاء ليسوا يعني ليسوا من المستمعين لهذا الكلام وقولوا للناس حسنا اللهم حسن الفاظنا وحسن أعمالنا وأخوالنا واجعلنا من الذين يقولون للناس حسنا أن توليوا ذلك والقادر عليه